اشتركوا في القناة ورسولنا فرواك الله وتلبوا علي والخير رقب شهر الله وشعبين شهرين ورمضان شهر مجين لعلنا إذا كان قد تركنا رقب ونحن ودعوه فلا أقل أن نجيز الفرصة بشهر شعبان شهر استعدادا بشهر مجين اليوم يخذ إخوى عننا في منال النحريق تضابني معه في مطالبته بدورة التعاكير بمحمد حسن مبارك محاسبة ويناء في السجود التي سبق العمل ومضيانا فيها اليوم محمد حسن مبارك مدعم من خيالة العربة ولا خدها ارسلت للدياي بالعام المتشار بمجين محمود منذ حوالي ثلاثة شهور محمد حسن مبارك ومحمد حسن مبارك بالخيال العظمى في حق مصر وشعب مصر قلنا هذا ماذا؟ للمتشار حسن مبارك هنبي محمود ان يعجل بالتعطير لهذا الملاك للمحمد حسن مبارك إذا كان هو السبق في هؤلاء الزوالات التي كشلوا على مدى المحبوظات ومضى المطالب فيبن ان يخدم هو وباع حبيب الله عقل ما من العلالة وبالتالي في جميع من تورد ذاهم في عهوده الملفاز يجب أن يرى الشعب المحاكمات العاملية لهؤلاء الذين هيرموا بحق هذا الشعب وأقول مرة ثانية ليس من هم الآن في هاتون الزجود ألا هو شيء من راعي النوع يتلعبنا كأنهم خارجون لذلك نتمنى تحسيخ العداد وأنا بقول للمدلس الآن للقوات المسلحة أننا يا يداد لم ننزل منكم أنكم عددتم عما كان من قبل الأهل البائد وحققتم العدالة ولأقول العدالة في الحض الخضائي النهائي الذي يعمله الآن بالنسبة لمسل الأول إنما لما العدالة تحققت منذ قيام الثورة الآن أحقاب كثيرة نهاية معي ومع غيري لم تتحقق الآن إذن المبدأ الأول ألا هو العدالة في الملء أي يا ملء ولا يحاكم إن لم يحقق العدالة وأنا بقول عن الوزير أفضل الحسيني أفضل الحسيني ذا لا يبنك حقوق القرار وإلى الداهل سهرفها عظيها قل حقا على اللي يهمد الحكم ولكن أعلم أنه أنه لا يهمد الحكم أمريكا والصريبين اللي يهم على بعض وراء على النسبة قبيلة أنا أحاول مبارك المبارك 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 وإلى quelleدة الأول والمين يهد�وا؟ أبا أقولا؟ مشكلاتي كثيرة ومعاته لم نرى ألا ان لو أن لاي مشكلة مشكلات نيوك بنجد تخارط على فرص الرئاسة ومرشحون كثيرون سمعنا بيه وكل يتنافع أنا أود أقول لهم جميعا أنا أود من كل واحد منكم يقدم تخرير عن سابقة أعمالها بغدم مصر وشعب مصر البناي اللي احنا فيه والعزمة اللي احنا فيها لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمجلسنا على لغتنا وحده ولا بفارك من هؤلاء المرشحون لذا نقع حدث مصر ومصر تماني مليون العملية حول كلنا لذا كنا مخلصين لذا كنا مخلصين لمصر وصالح مصر ومستقبل مصر النظر عينينا في أي دوار ونحاول إنقاذ مصر وشعب مصر مما يعاليه الآن من هدمات لم تبحقف منها أي مشكلة مشكلات وأقول قرحة ثلاث محمد عزنبار قال الحمد لله بيستولي على جميع إيران هيئة ثلاث السويس ودي متحقق كل سنة حوالي ست مليار وكم يؤذي مخصصات لأس الجمهوريين طيب محمد عزنبار الآن وهو مع جدر طب المال لأن نضح فيه سنقول إيران تنظر ستنع عندنا لقد كنا شفنا على الحصر أسعى لهم وقول لهم قلوا لهم لا يوجد مخصصات الأسجار أبنا إيراني الله تنفين حتى كل ما نقول حوزين يحيى حياة كريمة في المسر وكل مواطن والأرقبات يسعى الملحورية ومن القرامة وفي السياجات لا حقوق الصالوان ولا حقوق ما لا حقوق الله فإذا كانت أمريكا والصليمية يتدخل في سنة الداخلية فلا حول ولا قوة المسر وعند الدكتور عمر ابن عبد الحمول وهو عبد الحمول المسهول عام في سجون أمنا ومضى على سجين سبعتاشر ثمان ما هي الكريمة التي تقبها عمر عبد الرحمن الرجل العالم صليل إلا أنه قل يقول لا إله لله والمر صلى الله وبالتالي رجل طليل ما جاء له بتفكيرات بيديوك التي هي تمسيرية لأقصر والأقصر وعند الحمول الله كل الإله يدل على هذا والآن نقول الله أكبر بيديوك الله أكبر بيديوك الله أكبر بيديوك 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 رجل